وجود الحوثيين في معقلهم الرئيس بصعدة بات مهددا أكثر من أي وقت مضى وقوات المخلوع صالح المتمردة تعيش حالة هزام وضعف وقلة من الرجال وفقا لقائد محور صعدة العميد عبيد الأثلى أعداد القتلى من الحرس الجمهوري في هذه المواقع تكشف حجم تورط المخلوع صالح في حرب غير متكافئة دافعها الأساس البحث عن فرصة أخرى للبقاء في الحكم من خارج الإرادة الشعبية مجموعة من الحوثة التي ألقي عليهم القفض اليوم وقتل وإسر العدد منهم ونوع وإسم القتيل الأول عزيز أحمد محمد حسين جبهان حرس جمهوري الجيش والمقاومة بإسناد من طيران التحالف يتقدمون متجاوزين الجبال والتباب وأعدادا لا حصر لها من الألغام متعددة الأنواع وباتوا الآن على بعد تسعين كيلومتر فقط من مركز محافظة صعدة إنجازات المرحلة السابقة من العمليات العسكرية في محافظة صعدة كبيرة جدا فقد تمت استعادة منفذين حدوديين رئيسيين هما منفذ البقع وعلب وفرض الجيش والمقاومة سيطرتهما الكاملة على مفرق صعد الجوف وسيطر على مقر اللواء 101 مشاه أهم لواء عسكري في البقع خمسة كيلومتر فقط تفصل هؤلاء المقاتلين عن الهدف القادم مركز مديرية باقم الذي يوجد خلف هذه التباب مع سيطرة نارية كاملة على الهدف وبقي أمامهم التعامل مع التواجد المسلح المحدود للمتمردين في تبت جناح الصقر قبل الوصول إلى ذلك الهدف ومع هذا التقدم ينحشر الحوثيون في زاوية ضيقة بعد أن بات معقلهم مكشوفا في وقت يتفائل فيه المقاتلون بإنجاز نصر حاسم في المستقبل القريب جدا القتال في صعدة يستهدف التعامل مع الوضع الاستثنائي الخطير الذي أوجدته حالة التطرف الطائفي غير المحتمل في هذه المحافظة وليس الثارة من أحد كما يقول العميد مسفر الحذيفي ونحن في جبهة علب لسنا طائفيين ولسنا حزبيين ولسنا منتقيمون ولسنا ضد أي مذهب من المذاهب نحن ضد التطرف ضد العنف ضد الغلو ضد العبودية صعدة ليست ساحة معركة حربية فقط إنها ساحة تتقاطع فيها أجندات إقليمية أيضا فثمت دلائل كشف عنها قائد محور صعدة عن مشاركة ميدانية لعناصر إيرانية وأخرى من حزب الله تواجدت هنا لإسناد الميليشيا في معركة طويلة الأمد وهو هدف بات تحقيقه مستحيلا في ظل المعطيات الجديدة نحن منتبه حالنا جزء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر